السلاح الجوي للنظام بات هدفا للجيش الحر فرغم غياب مضادات الطيران الحديثة كسام سبعة وستينجر وغيرها من الصواريخ الحرارية تمكن الثوار من إسقاط أكثر من 180 طائرة بين هلكوبتر وميغ وسخوي معتمدين على مدافع الشيلكة 23 والذي يعد من الأسلحة الروسية القديمة العقيد الركن الطيار عمار النمر أحد الضباط المنشقين عن النظام اعتبر وفي حديث خاص لأورينت نيوز أن ضعف مهارات الطيارين كان له دور كبير في إسقاط الطائرات إضافة إلى إصرار الثوار وشجاعتهم الجيش الحر وخلال الأشهر الماضية استطاع اغتنام بعض الصواريخ المضادة للطيران من المطارات العسكرية التي قام بتحريرها كمطار البوكمال ومطار تفتناز العسكري ومرج السلطان ومطار الجراح غير أن صواريخ الكوبرا التي تم اغتنامها تعتبر نسبة إصابتها للطائرة أو المروحية ضعيفة نسبيا لأنها ليست من نوع الصواريخ الحرارية الحديثة العقيد النمر أكد أن الطيارين يأخذون الأوامر من الضباط لقصف المباني والمستشفيات بحجة تواجد إرهابيين ومسلحين وفي حال أبدأ أحد الطيارين رفضه لما يجري يتم وقتها اعتقاله بشكل مباشر أو يبدي ولائه للنظام بقتل المئات من المدنيين مدهنا مدهن 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 اشتركوا في القناة